لكن النهاردة بدأ المطش غلط قدام فرقة النهاردة متوقع ان هي تسيب لك الاستحواز وتلعب ديب ديفنز تلعب خط دفاع يعني فيه عمق ومتاخر ما فيش مسافة كبيرة ما بين حارس المرمى ومن الدفاع ما ينفعش ان انت تبدأ المطش برأس حربة واهمية وليد سليمان بيلعب بضهره للجول طبعا هو الراجل تلعب وليد كان عنده شد صغير في التسخين وده اللي قناة الاهل نفسه قالوه ما ينفعش ان انا ابدأ بيه هو وضهره للجول في وسط الزحمة دي وفي وسط الدعك ده انا قاسف انا اقوكي الدعك والضرب وكل الكلام ده في المساحات ده وليد سليمان العيب مش بتاع الكلام ده وليد سليمان بعد ما الفرقة دي خلاص تفتص خلاص مش قادرين نقص تلت ساعة تنزله زي المطش اللي فات زي ما انت نزلته كانت ينزل ينزل فريش ينزل هو العيب كرة جامد جدا ينزل يخلص لك المطش ما ينفعش ان انت تبدأ بيه مطش زي ده ده الرأي النهاردة محمد يوسف كان زكي جدا لعب بتلاتة وراء واختار ان هو يبدأ المباراة بتلاتة خمسة اتنين غير طريقة اللعب شوية على المطشات اللي فاتت وبدأ بالزونفولي وتلاتة وراء ده بش وكوفي ومجدي واثنين وينج باكس او اثنين فول باكس يعني مش طيرين وقفين كأنها خمسة وراء وسامة ابراهيم وعاصم صلاح وتلاتة رأيه بعد دايرة استريلا وعلى ايمينه باسيوني وعلى شماله حامد واتنين مهاجمين فادي واحمد علي وساب الاستحواز للأهل رد وروني الصورة يا جماعة اللي معاي ده الشكل اللي بدأ بيه محمد يوسف النهاردة وكان زكي جدا في ان هو عارف ان هو لازم يقفل الأجناب كويس جدا للأهل لازم يقفل على علي معلول ده الشكل ده الشيب اللي بدأ بيه محمد يوسف المباراة يا سامن شايفين دي في الدياعة 12 والشيب ده يعني كان معظم أوقات المباراة وانهى المباراة بيه بخمسة تلاتة اتنين المفروض الطبيعي ان اي فرقة كبيرة وهنا انا ما بقللش بالأهل انا بتكلم الطبيعي ان في حالة الأهل الطبعية في ان هم يبقوا لازم متمرنين على بلان بي اللي جناب بتاعتي اللي انا بشتغل بيها اللي هي هاني ومعلول وحسين الشحاية وكهرباء لو موجود هنا وايا كان مين موجود اتقفلت الراجل قفلها باتنين فول باكس وديلي صورة كمان شايفين دايما فيه اوفرلود ده اسمه اوفرلود اهو اربعة لعيبة على تلاتة على جنب النهاردة الموقف ده اتكرر اكتر من عشرين مرة الصورة اللي بعدية تاني الناس عاملين اوفرلود على جنب ليه لان عندهم سنتر باك رجعلي با بعد اسنوكو عندهم سنتر باك دايما بيطلع ناحية الكرة ورا الفول باك ورا زير الجنب على لعيب الدايرة اللي مائل على الرجل اللي قدامه اربعة لعيبة موجودين في الحتة دي فالجناب ماتت الفكرة اللي بيلعب بيها المسلماني في ان هو يطلع الكرة على جنب ماتت لازم بقى يبقى عندك بلان بي بلان بي ايه ان انت يبقى عندك لعيب كرة على الدايرة لعيب كرة عنده كرياتيفتي يقدر ان هو لعيب كرة لعيب كرة يقدر ان هو يبسي كرة بين الخطوط يبقى عندك لعيب من مرة عشرة بيستلم الكرة بين الخطوط كويس النهاردة ده ما كانتش موجود في الاهل بلس ان ان تا ما عندكش الراس حربة التارجت من مرة 9 اللي يستريتش الديفنس يرجع الديفنس بتاع البنك الاهل فيخلق مساعدة في العاية تدي انت بتلعب لها بمهاجم واهمي. فالنهاردة مسيماني عمل كل حاجة غلط. بدأ غلط. بدأ غلط. وما كانش عنده بلان بي. دايما الفرقة الكبيرة والمدرب الكبير لازم. هجماعة نهاردة واقعنا شغالين الراجل ده لاب بتلاتة واتنين فول باكس قفلين للحطة دي لازم بتدع لعب بالقلب. كان لازم. كان لازم على طول بعد. ما فيش تضيع وقت. ما فيش تضيع وقت. بعد نص ساعة طلع حمدي فتحي وقافش يلعب نمرة تمانية. جنب ديانج. الحمدي فتحي خاص ما هوش لازمة في الملعب. قافشة تمانية. وحاول اشوف لعيب نمرة عشرة موجودة وسقط وليد سليمان نمرة عشرة ونزل راس حربة. وليد سليمان طبعا تصاب بعد كده. يعني بس لازم النهاردة يبقى فيه حلول من بدري. ما سيبش المطش ان هو يجري مني ويبتدي النهاردة كلما الوقت بيعدي الضغط العصبي موجود. بعد كده في ضغط كبير على اللعيبة. وهشوف البدايل النهاردة. مو سيماني. اه 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 يعني ما كانش بدأ المطش واعش. وما كانش اه سريع رد فعله سريع ان هو يغير بسرعة. فوقت من الوقات وانت انت يعني طبعا هو راجل مدرب كبير يعني. يعني مدرب مدرب كبير يعني. ولكن اه 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 في وقت من الوقات لازم ان انا النهاردة بسرعة. خلاص مفيش وقت. نص انا خلاص بدأت غلط اغير. مرة جوزيه بقى انا فاكر عمل تلت تغيرات بين الشطل الاولاني بقى. حد يقولولي صح ولا لا يا جماعة. صح? مرة جوزيه عمل تلت ناس قلتلك ده مجنون. عمل تلت تغيرات شطل الاولاني. يلا لازم اغير. خلاص الماتش باين. الجواب باين من عنوانه. النهارة المسلماني فادل مستني. تغيراته كانت روتينية بعض الشيء. فادل مستني مستني مستني. خلاص ما الماتش ابتده يبقى اسهل على غيبت البنك الاهلي. اللعب كله فوشوهم كور عرضية من الجنب. كلهم فوشوهم مقابلين. عندهم تلاتة سنتربكات جمدين بيلعبوا في الضغم آآ كويس. الاهلي مقدرش يخلق فرص كتير. وده دليل على نجاح منظومة اللعب محمد يوسف. هيطلع واحد بقى يقول لي محمد يوسف مدرب دفاعي مش عرف ايه بتاع لا. هي دي امكانات لعبته. بيلعب قدام فرقة كبيرة. عايز يطلع بنقطة يبني عليها للماتشاط اللي جاية. فشابوه محمد يوسف. ما حدش قدر يطلع يهاجمه. الراجل اللي طلب من لعبته يضيع وقت. ولا طلب ولا لعبته كانوا بيمثلوا. ساعتها تزعل. ولا لعبته مسلا كانوا اجريسيف قوي على لعبت الاهلي مسلا بيعوروهم وبتاع لا. الناس بتلعب فير جيم. بتلعب جيم كويس. برافو محمد يوسف شابوه. اشتغل كويس عمل جيم بلان كويس. واشتغل كويس. محمد يوسف هو ضفي بكرة هنا في قط قط اللبس. عشان بتعادل مع الاهلي. لا والله يا كابت متلتبع يعني بقى لها عشر عشرة ايام. آآ فبتشرف ان محمد يوسف طبعا كابتن النادي الاهلي السابق. آآ والمدير الفني للاهلي وطبعا راجل لعيب دولي لعيب منتخب مصر كان لعيب كبير او محمد يوسف على فكرة انا يعني اتشرفت ان انا لعبت معه انا صغير في منتخب مصر مع كابتن جارة اللي ارحمه. وهو ضفي بكرة ان شاء الله عاملله حلقة حلقة آآ جميلة. آآ والنهاردة لازم اشيب بيه انه هو آآ آآ عمل مطش كبير جدا آآ قدام الاهلي. والاهلي عمل كل حاجة غلط آآ انه ما يكسبش المباراة. ما فيش يعني حاجات كتير غلط في الملعب. تحضير بطيء جدا. الكروسات حتى الكوالتي بتاعت الكروسز. الكوالتي بتاعت الاوفرات. الكروسات. الكروسات العرضية. وحشة جدا. انا عايز اقول ريكو يعني مش معايا للأسف يعني يا ريكو يعني. لكن النهاردة عارفين يا جماعة لما النهاردة طبعا عني معلول اكسبشن. عني معلول رجل على جانب بيعمل كروس كويس. لكن كل اللاعيبة التانية اللي موجودة في الملعب الكروسات بتاعتها او كور العرضية بتاعتها قد كده. عارفين كم كروس في اخر اخر ربع ساعة. السنترباكات بيطلعوا يطلعوا في وشهم. فيش كورة بتعدي. كور قليلة جدا اللي بتعدي. والنهاردة ازاي يا جماعة. ابقى لعيب دولي. لعيب دولي او لعيب في الاهلي او لعيب في الزمالك او لعيب لعيب كبير. ومش عارف اعمل كروس. والارض حلوة. والدنيا بتمطر. والكواليتي بتاعت الكورة حلوة. ما فيش اي ما فيش اي اكسكيوز. فيش اي عزر. فيش اي عزر. ان انا النهاردة ابقى مثلا باك رايت ولا راجل هاف رايت ولا راجل في الحيطة دي ناحية الشمال مسلا. واروح في التلت الاخير من ملعب واروح عامل الكروس قد كده. شايفين النهاردة ماتش مانشستي يونيتد وليفر بول او ليفر بول وماني يونيتد. الراجل روبرتسون الباكليفت اه وارنولد الراجل ارنولد الباكرايت عاملين كم كروس جامد. متأسسين صح. مركزين. الراجل روبرتسون ده عامل النهاردة لا يقل عن تمن تسعة كروسات كور بالعرض كلها جوان. لولا بس ان ان الراجل فيرمينيو ده بعيدة برة تمنتاشر كتير والصلاح مش بكمل وماني مش بكمل. كلها جوان. الراجل ارنولد ده عامل لا يقل عن تمن تسعة كروسات كلهم جوان. النهاردة متفرج على ماتش الاهلي اللي المفروض يعني الاهلي بطل الدوري اللي فات. مفروض ان هي يعني اجمت في الاتب في الدوري الاهلي والزمالك. صح? النهاردة بجد. انا ومش بقول كده عشان نازل ملكية ولا بتاع. لكن تزعل ان النهاردة باستثناء معلول برضو. معلول اكسبشن بيعمل كروس كرة من تحته كويس. من تحت رجله كويس. لكن تزعل النهاردة بنتلاقي لعيبة في الاهلي مسلا. انا نفسي مش هزعل انا فرحان انا عايز اعايز كروسات بوحش. لكن بجد الكوالي بتاعت اللعيبة العيب دولي النهاردة. تشوف تلاقي لعيب لقى بخمستاشر عشان ماتش دولي. لما تسأل وبص على السفية بتاعه. والنهاردة بفيش ضغط ولا اي حاجة. ويعمل كروس قد كده ما يعديش الرجل الاولاني. حاجات يعني بتخلينا ان احنا نفكر مفروض نفكر في ابعاد تانية كتير. ايه اللي وصل الدنيا لكده ان انت النهاردة اللعيبة اللي بلعب في التوب ليفل في مصر. مش عايف يعمل كروس. مش عايف يشوت عجون. النهاردة عندنا معلش ما احترامي محانش يزعل مني. عندنا فيه كامل العيب بيشوت عجون يعني اللي هو رجلية قيلة وبشوت عجون. الوحيد دلوقتي اللي ممكن بيشتاق جنبها في العيدة الزمالك والاهلي هو امام عشور الرجل الصغير ده. اللي هو رجلية مصبوطة ورجلية ايه لو ده عاني عمالها مرتين تلتة بس الغد دلوقتي. بس مش تلاقي يعني السلية شوية ماشي. سلية رجلية رجلية كويس. ساعت لما بيجيله فرصة كويسة ان هو يشوت رجلية كويس. لكن احنا زمانة جماعة في الاهلي والزمالك والاسماعيلي والفرق الكبيرة اللي موجودة في مصر. كان فيه في الدور المصري سبعة تمانية لعيبة شويتة. من كور متحركة ومن كور سابتة شويتة يعني. زمان كان فيه لعيبة حمزة الجمل محمود ابو الدهب سامير كامونة. ده ده الجيل اللي انا يعني اتفرجت عليه يعني. قبل كده طبعا كان فيه بقى بيقولك رفعة الفناجيلي ده اللي ارحمه. كان بيشتوكرة من نص الملعب بتفرقع. يعني ناس كتيرة جدا بيقولك كاترجليهم تقيلة جدا. لكن النهاردة الكواليتي يعني مختلفة. والنهاردة الاهلي لاعب جيم وحش. خلقش عدد فرص كافية ان هو يكسب الماتش. رغم ان راجل دلموت جالجر طلع قال ان الكورة جول. الكورة يعني مش 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 موجودة. اه و و و الكورة اللي الاهلي مخلقش عدد فرص كافي تخليه ان هو يقوله ان المفروض كنت تكسب الماتش. والنحة التانية البنك الاهلي اللي يعبوا ماتش منظم. وللا principio لاعبتو كترجالة موتين نفسهم. فيش اي اه مفيش ا اه اي اه اي مشكلة ويستحقوا النقطة النهاردة هيستحقوا النقطة يعني مش بكلمة انها التحكمية لكن فنيا يستحقوا النقطة بشكل بشكل كبير كبير جدا تعالوا نطلع بريك ونشر طبعا بعد النشر نطلع بريك وبعد البريك هيكون معي عشام رشاد المرشال